بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين في هذه المحاضرة والتي تليها بإذن الله تعالى سنتحدث عن أنواع السقط الخفي وكنا في المحاضرات السابقة قد تكلمنا عن أنواع السقط الظاهر والآن نبدأ بالكلام عن أنواع السقط الخفي ونبدأ بالنوع الأول وهو المدلس تعريف التدليس لغة المدلس اسم مفعول من التدليس والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري وأصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره فصار الحديث مدلسا أما اصطلاحا فهو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهر هذا الإسناد أي أن يستر المدلس العيب الذي في الإسناد وهذا العيب هو الانقطاع في السند فيسقط المدلس شيخه ويروي عن شيخ شيخه ويحتال في إخفاء هذا الإسقاط أقسام التدليس للتدليس قسمان رئيسيان هما تدليس الإسناد وتدليس الشيخ ونتكلم الآن بإذن الله تعالى عن تدليس الإسناد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة أشهر هذه التعريفات هو أن يروي الراوي عن من قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه نشرح هذا التعريف معنى هذا التعريف أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه بعض الأحاديث لكن هذا الحديث بالذات الذي دلسه لم يسمعه منه وإنما سمعه من شيخ آخر عنه فيقوم الراوي ويسقط ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع كقال أو عن وهذا اللفظ فيه إيهام فيقوم الراوي بذلك ليوهم غيره أنه سمعه منه لكن لا يصرح بأنه سمعه سمع منه هذا الحديث فلا يقول سمعت أو حدثني لأنه إن قال سمعت أو حدثني يصير كذاب بذلك ثم قد يكون الذي أسقطه واحد أو أكثر ما الفرق بين التدليس تدليس الإسناد هذا وبين الإرسال الخفي قال أبو الحسن بن القطان وهو من علماء الحديث بعد أن ذكر التعريف السابق قال والفرق بينه وبين الإرسال المقصود الإرسال الخفي هو أن الإرسال روايته روايته عن من لم يسمع منه الإرسال روايته عن من لم يسمع منه توضيح ذلك أن كل من المدلس والمرسل إرسالا خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السمع لكن المدلس هذا الفرق المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها سمع منه بعض الأحاديث التي دلسها لم يسمعها منه أما المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا إذن المدلس سمع بعض الأحاديث من الشيخ وبعضها لم يسمعها منه أما المرسل إرسالا خفيا فلم يسمع من ذلك الشيخ أبدا لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها لكنه عاصرة وربما لطية المثال على تدليس الإسناد ما أخرجه الحاكم النيسابوري بسنده إلى علي ابن خشرم قال قال لنا ابن عيينة عن الزهري فقيل له أي لابن عيينة سمعته من الزهري فقال لا ولا ممن سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فابن عيينة في هذا المثال أسقط اثنين بينه وبين الزهري هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر